كلنا بنحب الأفلام الأجنبية وبنتبعها وبنحب نتفرج عليها لكن الحقيقة فيه كلام دايماً بيتقال من صناع السينما الأمريكية عن الأفلام وإنها بتستمد المواضيع بتاعتها من الواقع دايماً صناع السينما كده يقولك إيه؟ إنه السينما هي مرآة للواقع لكن لما تيجي تتفرج عن الواقع اللي هوليوود بتعرضه تلاقي نفسك بتتفرج على حاجات غريبة جدا يعني مثلاً لما يجيوا يتكلموا عن الشرق الأوسط تلاقيهم بيعرضوا دايماً صحرة دايماً ناس عايشة في خيم بيركبوا جمال مفيش أي حاجة لها علاقة بالواقع اللي احنا عايشينه هنا في الشرق الأوسط كمان لو جئت تشوف المجتمعات عندهم هتلاقيهم دايماً بيعرضوا المثلية الجنسية على إنها حاجة عادية جدا ونسبتها في المجتمعات بتوصل لستين وسبعين في المية كمان ده من وجهة نظر هوليوود طيب ده الحاجات العادية إنما في حاجات أغرب كتير في أفلام بتعرض مواضيع معينة وبتتحقق هي هي نفس المواضيع بالزبط بعدها بفترة زي مثلاً الأوبئة لو شفت في أفلام كتير جداً بتتكلم عن وباء معين بيصيب سكان الأرض بيفضل الوباء ده يخلص عليهم مليون ورد تاني لحد ما الأرض تبتدي تفضى من سكانها وبعدين يظهر بطل يخلص الأرض من الوباء اللعين ده في كمان أحداث كبيرة وحوادث حصلت في الأفلام قبل ما نشوفها في الحقيقة زي أحداث 11 ستمبر موضوع السينما الأمريكية موضوع كبير وموضوع خطير وهنتكلم عنه النهاردة بالتفصيل في فقرتكم حقيقة ولا خيال اللي بقدمها لكم أنا أحمد يحية وطبعاً مع الدكتور والباحث في علوم موراق الطبيعة محمود صلق سأل فول يا دكتور سأل فول يا صديقي أخبارك إيه؟ أنا كويس الحمد لله إيه موضوع الأفلام ده لأنه موضوع كبير جداً وفعلاً طول الوقت إحنا عملين بنشوف حاجات بتحصل في الأفلام الأول وبعد كده ممكن لقيها تاني في الحقيقة موضوع الأفلام من ضمن الموضوعات الغريبة جداً لو إحنا بترينا نحاول نرتب الكروت اللي موجودة جوها الأفلام أو المحتوى فلازم يكون عندنا الأول بعض السوابت لو ضربنا مثلاً على موضوع أفلام الخيال العلمي اللي تخيلت أشكال معينة لأشكال الطائرات أو الصحون الطائرة أو الألية بتاعتها أو الديناميكية بتاعت تشغيلها بشكل معين العقل البشري ليه حدود لازم يكون بيتم تغذيته بعدد من المعلومات والمشاهدات علشان يقدر يعمل شبيه ليها أو مسيل ليها أو يعدل عليها معايا؟ يعني ما تقدرش أن انت تخرج برسياق العقل البشري الطبيعي في حدود لتفكير العقل البشري وللإبداع الخاص بالعقل البشري في شواهد كتير جداً بتؤكد أن أغلب مقامة بي السينما الأمريكية وهوليد ودول كمان جنبها هي ما كانتش مجرد أفلام طبيعية بتتقدم لنا وإنما هي كانت تمهيد للعالم لتقبل ما سوف يحدث مستقبلاً من خلال عرض هذه الأفلام لتقبل اللي هيحصل يعني إيه بالزبط؟ يعني إيه؟ يعني على سبيل المثال نقدر مثلاً نتكلم عن فيلم كونتاجين طبعاً نتكلم عن وباء يصيب الجهاز التنفسي بالزبط وهذا الوباء هيؤدي إلى إغلاق بشكل كبير جداً والوباء هيبدأ فين ووضعه يكون عامل إزاي؟ دي هنا ما فيهاش جزء من الإبداع هو ما اخترعش حاجة لكنه قدم محتوى قبل أن يحدث في الواقع يعني هو قدم الحدث اللي هيحصل في المستقبل قبل ما يحصل أصلاً هل صناع الفيلم كان عندهم معلومة معينة أن هناك فيروس قادم ولكي يتم تأهيل العالم كله كانوا بيعرضوا قدامنا هذا الفيلم؟ أنا أميل أكتر للنظرية دي بوضوح لأن الناس دي مش بس بيكتفوا بالربح المادي والإبداع الهائل اللي بيقدموا للناس هو بيوصل لك رسائل كتير جداً داخل الأفلام اللي هو بيقدمه بس أنا عايز أقول لك على حاجة دايماً الأفلام المتعوب فيها زي أفلام هوليوود بنشوف فيها أن هما بيستندوا لنظريات علمية صح زي انترستيلر مثلاً صح للمخرج كريستفر نولن لما قدم فيلم بيتكلم عن نظرية النسبية بتاعة أينشتاين أكيد وأنه السوق بالأسود ده لو قربت منه ممكن تسافر بالزمن صح ولما ترجع الأرض تكون أصغر من بنتك ومن أولادك اللي كانوا عايشين معاك بزي طيب لأن ده ثابت علمي ثابت علمي الموضوع حسب نظرية نسبية ثابت نظرياً نظرياً على الورق مش بشكل واضح بالزبط يعني هي تظل النظرية فإحنا كده بنقول أنه الأفلام الأجنبية الكبيرة القوية مبنية على نظريات علمية مظبوط كويسي بشكل كبير الحيوانات ومش عارفه أصاب الخنزير الأول وبعدين تنقل للإنسان تمام العلماء بيقولوا كده في العادي يعني بيقولوا اللي أنتو بتعملوه يا صنيين والأكل بتاعكو هيودينا الكارسي ملوش يودينا الفيروس الكلام ده عاري تماماً عن الصح إزاي الكلام ده ترويج غير صحيح وفي غير مكانه موضوع أن إحنا بينتقل أو ما يحدث في الصين بشكل معين أو دول شرقاسي أو دول على مستوى العالم لأن خلي بالك إذا كنت بتقارن ما يحدث في الصين أنهما مثلاً بيأكلوا أما عندهم حاجة مهمة أوي يقولك أنه إحنا بناكل كل ما يعطي ظهره للشمس فهما بيأكلوا أي حاجة هل دي حاجة طبيعية؟ القبيعة الأفريقية بتعمل كده؟ لا ما بيعملوش كل ما يفافه فيش لا 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 بيأكلوا كل حاجة لما تيجي تتابع القنوات العلمية خالص لكن مش بالشكل اللي بيتم الترويج ليه هو ليه دايماً مستقصدين الصين يعني أنا برضو مش فاهم ليه دايماً بيحط لك أن الصين هي خطر قادم علينا عندك وديه سياسة إحنا كلنا عارفين الزبط فيه مشاكل مع الصين بس في نفس الوقت هما بيأكلوا حاجات من فشل تكر حتى لو فرضنا هذا الأمر ما نقدرش دايماً نقول أو نفسر هما ليه حطين الصين كعدوة محتمل أو كخطورة محتملة على العالم كله وهي اللي بتنشأ عندها الأمراض هو دايماً بيخلي الانطبعات دي جوانا خلي بالك أن كل فيلم هما بيعملوه بيغزي الإنسان بعدد من المعلومات والرؤى اللي بتبقى جواه زي مثلاً لو خرجنا برا نطاق كنتاج الأفلام اللي اتعاملت عن الزومبي المرعب في موضوع الزومبي مش أن هما اخترعوا الشخصية اللي هو بالمناسبة هو أحد القادة اللي كانوا موجودين في البرازيل الملك حاكم اسمه الزومبي وهم أطلقوا هذا الموضوع على الفيروس نفسه هي المشكلة أنا تفرجت على كاميرا خفية فيها أشخاص لابسين لبس الزومبي والناس بتصدق وتجري منهم يبقى معنى كده إنه هو خرج النطاق الطبيعي للمحتوى الجميل الانترتينمنت اللي احنا بيتفرج عليه إلى قناعات وسوابت ما أنا لو شفت واحد بيتحرك حركة الزومبيز أكيد ده هسيبه وجري ليه؟ ليه؟ هو مرعب هو شكله مرعب مش عشان شكله مرعب علشان أنت تفرجت على فيلم ريزدينت إيفل وتفرجت على أفلام كتير كانت بتتكلم على داونوف دا ديد وأفلام كتير اتعاملت بتتكلم أن هناك مشروع الزوم؟ زرع الفكرة جوه دماغي بشكل غير مباشر وهو ده هدف الحلقة النهاردة اللي احنا بنعملها إن الناس دي مش بتقدم لك ميديا بلاش آه هو بيستفيد جدا جدا لكن المحتوى اللي هو بيقدمه لك هو كمان بيغرس جواك أفكار معينة طبعا لدرجة أنك ممكن تصدقها زي ما صدقوا أن هناك دراكولا على سبيل المثال دراكولا أو الزومبي هو فيه حد مصدق أن فيه دراكولا؟ طبعا فيه ناس كتير جدا مقتنعة أن هناك من يقوم بانتصاص الدماء زي دراكولا معين دراكولا دا كان ملك وكان موجود في مرحلة معينة من التاريخ في رومانيا ما لناشي علاقة بيه لكن هم روجوا من خلال الأفلام اللي قدموها أن هناك كائن بشري بيقوم بانتصاص دماء الآخرين سواء حيوانات أو بشر وهي دين خطور؟ لا لا مش حقيقة ما فيش طبعا حاجة اسمها كده مش كلام دا خالص ما فيش موضوع المزقوب والكلام كل دا فيك المستزئب كل دا مش صح لكن هي الجزئية المرعبة في الموضوع أنه بيزرع عندنا سوابة مش موجودة يعني هو ما فيش كائن اسمه زومبي إلا لو هم هيطلعوه هو ما فيش زومبي إلا لو هيطلعوا من عندهم زومبي بشكل معين نتيجة وباء ينشروه بشكل معين أو تلاعب جيني معين أو فيروس أو بيكتيريا معينة زي ما بيروّجه حاليا من انتشار البيكتيريا وهو خطر قادم جدا مش فيروس بيكتيريا بكتيريا بكتيريا هتعمل إيه؟ مش فقت عارف ممكن يكون لها تأثيرات ممكن يكون لها تأثيرات في الشهرين اللي فاتوا أو التلاتة اللي فاتوا وكان بدأ ظهور أنواع معاناة من البكتيريا وكان لها تأثيرات وتلاتة وتقفل عليه تاني لكن ليه بنتكلم في موضوع البكتيريا لأن هم ابتدوا يروجوا عن أفلام بتتكلم أن هناك بكتيريا هتصيب البشر وتحولهم إلى كائنات تشبه الزومبي زوروا موقعنا الفا تي في دوت كوم تابع برامجك المفضلة وأحدث المسلسلات على قنواتنا اشترك الآن أو اتصل على الأرقام التالية الفا قنوات الأسرة العربية اشتركوا في القناة